السلام عليكم احنا خدنا قبل كده حاجة اسمها الشورينج سيستم واتكلمنا عن الفرق بين الشورينج سيستم والريتينينج وونز خلينا نقول الحتة دي لانها مهمة قبل ما نبتدي في المحاضرة بتاعتها النهاردة ايه الفرق بين الشورينج سيستمز والريتينينج وونز الاتنين نفس الفكرة حاجة بتسند التربة جانبيا عشان نقدر نشتغل جنبها ايه الفرق ما بين الاتنين شورينج سيستم بيكون من على وش الارض يعني انا بكون على وش الارض وعاوز اعمل حاجة تحت الارض فبضطر ان انا ادق سيستم معين في الارض عشان السيستم ده لما ادقه اقدر احفر جواه واشتغل وما يبقاش عندي اي مشكلة الريتينينج وونز دي حيطة ليها اعدة فبالتالي ما اقدرش ادقها من على وش الارض ده انا لازم احفر لحد تحت الاول واعمل الاعدة بتاعتها وبعد كده احط الحيطة يبقى الشورينج سيستم ملوش اعدة هو متشال بدقه زيادة في الارض فيشيل نفسه وبالتالي اقدر اشتغل بيه من على وش الارض الحيطة الريتينينج وونز لازم انزل لها تحت واحفر لها وابتدي اعمل الحيطة فواضح من الفرق ما بين الاثنين ان الشورينج سيستم اقرب ما يكون الى شغل التنفيذ لان انا ما بدخل موقع في الاول الارض على الوش وانا عاوز اشتغل تحت الارض فما اقدرش احفر ازاي ما انا لو كنت اقدر احفر ما كانش يبقى عندي مشكلة فبالتالي بضطر احط الشورينج سيستم بتاعي من على وش الارض فالشورينج سيستم بيبقى حاجة مؤقتة اقدر ان انا احطها ابتدي ادقها من على وش الارض واحفر وفي هذه الحالة ما بشتريتش الدرجة العالية من الامان لان دا بيبقى سيستم مؤقت اذا كنت باخد فاكتوروف سيفتي عالي في الحوائط فحكي في الشورينج سيستم اخد فاكتوروف سيفتي اقل شوية عشان اقل الكميات لان دي فترة مؤقتة اثناء التنفيذ وحشيله وحط المنشأ الاساسي بتاعي بعد كده اما الحيطة فلا دا منشأ دائم والمنشأ الدائم دا شرط ان انا اوصل لمنسوب التأسيس بتاعه عشان احط القعدة بتاعته وبعد كده اطلع بالسيستم بتاعي طيب يبقى دا كده الفرق ما بين الشورينج سيستم وما بين الحوائط السندة فرق دا فرق مهم جدا وعدد كبير جدا من المهندسين ما يعرفوش هو دائما بيستخدم الكلمتين بس بدون ما يبقى فاهم قوي ايه الفرق بين دي وبين دي احنا بقى طيب احنا بناخد الشورينج سيستم محاضرة النهارده هنتكلم فيها عن حبة بسميها recent applications ايه التطبيقات او هي وهو تطبيق واحد اللي هنتكلم عليه فيه تطبيقات كتيرة بس احنا هنتكلم عن تطبيق مهم ومتواجد حوالينا في حاجات في مشروعات كبيرة اللي احنا استخدمنا فيها شورينج سيستم فالاسم اسمه ايه اسمه top down construction method top down construction method واضح من اسمه كده انت طبعا متعودة انت ما بتيجي تبني اي منشأ في الدنيا اي عمارة اي حاجة بتبتدي اول حاجة تعملها ايه الاساسات يبقى الاساسات دي تحت تحت خالص فانت دايما بتبتدي تبني من تحت لفوق يبقى دايما بنبتدي من down لتوب يعني باخد الاعدل اللي تحت الاول واطلع لفوق لكن هنا طرية التنفيذ بيسموها top down construction يعني انا حبتدي من فوق وانزل لتحت فلما انزل لتحتي يبقى اخر حاجة هعملها الاساسات فهو ده اللي اختلاف طب هل في ميزة في كده اه في ميزة في كده انا حعمل top down ده بصراحة مش من top يعني مش من السقف بتاع الدور النهائي لا ده انا حبتدي من وش الارض واشتغل top down بالنسبة للاساسات يعني ابتدي من فوق وانزل لتحت لحد ما وصل للاساسات وبرضو من وش الارض حبتدي من وش الارض لفوق ابني بقى السوبر structure والادوار اللي فوق التالي والتالت والرابع والخامس وهكذا يبقى انا كده بوفر وقت لان انا بشتغل في الحكتين مع بعض يعني اكني بخش على المبنى في نصه عند وش الارض اللي تحت الارض ابنيه واللي فوق الارض ابنيه يبقى انا كده بعد تحت الارض مثل محطات متر والانفاق تحت الارض بطريقة غير تقليدي الطريقة دي لو انا فاكر صح استخدمت في جاراج روكسي في القاهرة جاراج روكسي ده المتنفس حديثا انا يعني احتكت بتنفيذ المشروع ده في بدايات وخالص وكان وقتها المعروض هو طريقة التنفيذ دي معرفش فعليا بقى لما جوم في اسناء التنفيذ النهائي هل استخدمت نفس الطريقة ولا لا ولكن انا اللي متأكد ان بداية التفكير في المشروع كانت بهذا الطريقة طيب او بهذه الطريقة طيب نيجي بقى للشرح بتاعنا ادي منسوب سطح الارض وهو العربيات هو ده فعلا ده سطح الارض وانا عاوز ابتدي احفر جوه هنا فعشان كده بضطر ان انا اعمل حاجتين جانبيتين اتنين شورينج سيستم واحد يمين واحد شمال عشان يسندوا للدنيا وبعدين ادخل جوه احفر وكل ما احفر احط بلاطة بقت سقف واحفر تاني واحط بلاطة تسند انا شورينج سيستم ده اللي انا حطه لو كل شوية هحفر حلاقي بعد شوية حيبتدي يميل ويقع لان كل ما اللي ارتفاع بيزيد الضغط عليه بيزيد فكل منزل اللي تحت او اسنده بسقف ما والسقف انا كده كده هنفزه بلاش استنى لحد منزل اللي تحت وبعدين اعمله من دلوقتي يساعدني في انه يحفظ لي في مكانه والبلاطة دي بتبقى فيها فتحات عشان اقدر اخش من جواها وانزل للدور اللي تحتها احفره وطلع ناتج الحفر برا ونفذ البلاطة اللي تحتيها وخش من فتح اللي فيها وانزل احفر وهكذا وهكذا لحد ما وصل لتحت دي فكرة مبسطة عن الموضوع الفكرة التفصيلية بقى شوية ان هو الموضوع على خطوات هناخدهم كده شكل كده وبعد كده نخش في كل واحدة بالتفصيل حلاقي ان انا في الاول اللي انا بعمله هو الاتنين دول اللي هما الديافرامول او الحائط الساند هو مش حائط هو ديفرامول شورينج سيستم ولكن هو ده اللي حيسند لي الطربة يمين وشمال المنشأ بتاعي وبعد ما خلصه ابتدي اخش في النص احط زي خوازيق الخوازيق دي هتشتغلي زي ما تكون برضو دعامات اضافية في النص ما انا مقدرش احط بلاطة تربط من هنا الهنا ويكون المسافة دي مثلا الـ 500 متر في بلاطة هتبقى الاسبان بتاعها 100 متر من غير ما تتشال على حاجة فباشتغل على ان فيه اكن فيه اعمدة داخلية فبعمل الخوازيق والخوازيق دي بتشتغل واسيب فيه فتحة صغيرة السقف الفؤاني ده هيشتغل يسند الجنب ده والجنب ده وبعدين اخش بوه احفر الحتة دي بعد ما احفر الحتة دي اقوم صاب بالبلاطة اللي تحت بعد ما صب بالبلاطة اللي تحت اسيب فيها فتحة برضو عشان اخش منها واحفر اللي تحت وهكذا وهكذا طيب ده فبالتالي وانا شغال تحت الفريق بتاعي اللي شغال تحت فيه فريق تاني شغال فوق عمال يبني عواميد وبلاطات وكاميرات واسقف وهكذا الحد ما يطلع لفوق يبقى انا فعليا لو المنشأ ده عشرة دوار خمسة تحت الارض وخمسة فوق الارض مثلا فانا مش محتاج وقت عشر دوار ده مجرد ما ابتديت من سطح الارض حبتدي اشتغل فوق وتحت في نفس الوقت والاساسات بتاعتي اللي هي في الاخر تحت خالص دي دي اخر حاجة حتتنفذ في المنشأ وانا بنفذ السقف الفؤاني مثلا وهكذا نفس الفكرة فأي منشأ طيب خطوات التنفيذ بقى حيقولك يتم تنفيذ حائط ساند بالأعماق المطلوبة طبقا للتصميم وذلك باستخدام ديافرامول ديافرامول لان ده اعلى نوع من انواع الحوائط السندة الشورينج مش الحوائط السندة اللي هي اللي تكلمنا عليها في الاول لا اعلى نوع من الشورينج سيستم اللي ممكن استخدمه الشورينج سيستم المؤقت بتاع التنفيذ هو ديافرامول ديافرامول ده اكنه حيطة ومن القوة والمتانة ان انا ممكن اسيبها بعد التنفيذ وتشتغل تبقى جزء من المنشأ ما يجراش حاجة فبالتالي الدافرامول ممكن تشتغل معايا في حاجة زي كده برضو الدافرامول دي حنلاقيها انها استخدمت فيه جراج اللي موجود في التحرير تحت الارض جراج اللي تحت الارض كان معمول بدافرامول مش متذكر ما ظنش ان هو تعمل توب دون مش متذكر اوي ولكن كان الدافرامول هي الحاجة اللي استخدمت في سند الجوانب بتاعته وبقت هي دي هي كانت حاجة مؤقتة اثناء التنفيذ ولكنها بقت جزء من المنشأ فيما بعد التنفيذ وذلك باستخدام دافرامول اللي كي نتمكن من توصيله بالبلطات الخرصانية التي تعمل كدعامة جانبية فيبقى اذا هنفذ الشورينج سيستم يمين وشمال بعد ما هنفذ الشورينج سيستم يتم حفر وصب الخوزيق التي سوف تعمل كأعمدة للبلطات فيبقى هنا بقوم عامل الخوزيق اللي هي هتشتغل كأعمدة لما اجي اعمل البلطات الأفقية طيب يتم حقن التربة عند منسوب منخفض حتى نمنع تصرب المياه النهاردة انا عاوز من منشأ تحت الارض طب مش فيه هنا منسوب مية طب المية دي وانا بشتغل ما هتخش لي جوه وتغرقني ومش هارف اشتغل مجرد 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 احفر تحت المية خلاص حيبقى انا شغلف حمام سباح مش هينفع ان انا اشتغل طب ايه الحل الحل ان انا احقن اعمل عملية حقن للتربة او اي نظام بس يعني الحقن هو النظام اللي عادة بيستخدم بحقن التربة تحت تحت منسوب الاساسات فلما احقن التربة تحت منسوب الاساسات بمسافة كمان يعني شلت مية اللي موجودة جوه جوه المنطقة دي ده هيشتغل كسدادة هتمنع المية من انها تخش جوه وبالتالي اقدر اشتغل هنا في المنطقة النشفة وما يبقاش عندي مية داخلية خالص طبعا ليها تصميم ومش بتتعمل في اي حتة لانها ممكن تكسر ولازم يبقى فوقها جزء من الردم عشان يحافظ عليها ليها يعني اشتراطات كتيرة ولكن احنا بنتكلم عن الفكرة الاساسية بتاعتها ان انا بعمل حقن للطربة عشان امنع دخول المية لجوه طبعا انا مش بمنع دخول المية بمعنى بمنع دخول المية ولكن انا بقل لدخول المية بشكل كبير بحيس ان انا بعد كده لو المنشأ بتاعي احتاج ان يبقى فيه زي بيارات كده على الجناب تجمع المية وتسحبها بترميها برا هتبقى كمية بسيطة ولكن نوع من انواع التسريب اللي مقدرش ان انا امنعه مية في المية ولكن انا بكده يعني منعت يعني فيضان المية ان هو يخشي لجوه وفي الاخر بتعامل مع مجرد حب التسريبات الداخلية طيب بعد ما خلصت كده ابتدي احفر بقى حقوم حافر للمنسوب بتاع البلاطة الاولانية اول ما احفر لمنسوب البلاطة الاولانية اقدر احط البلاطة اللي فوق علما بان البلاطة اللي فوق دي انا ممكن كنت اعملها من وانا يعني لو عاوز صبها وقت ما كان التربة هنا وصبها على وش الارض ينفع برضو يعني اقدر ابقى الوش هنا وصب البلاطة على الارض وبعد كده ادخل من جواها واحفر واشتغل دوارد ودوارد دي خطوات تنفيذ وتفاصيل مش هتفرق معنا في المفهوم الاساسي للموضوع مهم ان انا بقوم صابب بلاطة وانزل وكل ما انزل لتحت اقوم صابب بلاطة هنا بقى رح تحافر زيادة طبعا المعدات بتاعتي هتخش من الفتحة الكبيرة اللي موجودة في البلاطة الخرصانية الاولى وبخش جوا اكمل حفر ولما بكمل حفر بابتدي اخرج ناتج الحفر برا وابقى كده وصلت المنسوب اللي يخليني اقدر اصب البلاطة التانية ادي منسوب البلاطة التانية او وبرضو فيها فتحة عشان اخش منها وابتدي احفر تاني وتالت ورابع وكل شوية كل شوية ادخل من فتحة البلاطة واحفر تحتيها وانزل لمنسوب البلاطة اللي تحتيها واشتغل وكل ما انا شغال الجماعة بتوع السوبر ستركشر عملين يشتغلوا في المبنى من فوق انا شغال تحت وهم شغالين من فوق حسب التصميم وانا تحت عمال احفر في البدروم الاول والبدروم التاني والتالت والرابع والخامس وهكذا لحد ما نوصل لان احنا خلصنا المنشأ بالكامل وصبينا الاساسات بتاعته او يعني اخر بلاطة مبقاش عندي اساسات بمعنى اساسات ولكن صبيت اخر بلاطة بمجرد ما صبيتها وانا عندي الحقن اللي انا عملته تحت اللي حيمنع دخول المية فاصبح عندي فراغ عبارة عن مبنى كونته تحت الارض يكافئ المبنى اللي فوق لسه فيه مبنى تاني موجود فوق انا شغال فيه وهكذا يبقى انا شغال فيه المبنيين في نفس الوقت او معنى صح الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت يبقى انا اختصار وفي نفس الوقت قدرت ان انا اخلص المنشأ بتاعي في فترة زمنية صغيرة طبعا دي المزايا العيوب العيب الاساسي هي لخبطت الموضوعات انا فيه ناس شغالة فوق وناش شغالة تحت وفيه تضارب بين احتياجات الناس اللي فوق واحتياجات الناس اللي تحت وبحفر وانا تحت وبحفر ما بين عواميد موجودة بالفعل اللي هي الخوازيق اللي هنا مكان الحفر بتاعي بيشتغل ويحفر حوالين عواميد مصبوبة وارد ان لو الحفر تم بغشامة شوية يكسروا عواميد يبقى فيه مشاكل بشتغل في بيئة مغلقة مش بشتغل في حتة مفتوحة طبعا يعني ما فيش حاجة بتاخد مزايا بدون ما يبقى فيه عيوب فالموضوع ده في عيوب لو انا بختار هاختار طبعا ان انا اشتغل بالسيستم العادي بتاعنا ان انا احفر لحد تحت وابتدي خطوة بخطوة ولكن لما بيكون عندي رغبة فان انا اخلص بسرعة فبالتالي الحل ده حيساعدني فان انا اخلص المنشأ بتاعي في فترة زمنية مناسبة تخليني انهي الموضوع زي ما نعاوز بدون اي مشاكل بكده يبقى احنا وصلنا لنهاية الشابتر ده بتاعنا وبالتوفيق ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله اشتركوا في القناة شكرا